اشتركوا في القناة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة السيد عمر سلمان نسليس رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد البحريني للملاكمة وقال اسموه إن مملكة البحرين بقيادة سيد الوالد حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تعتز بجهود أبنائه الذين تميزوا بجهود ما المخلصة في تنظيم مختلف الفعاليات التي تبرز المستوى المتقدم للإمكانيات والبنى التحتية لاستضافة الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية وأكد اسموه الاستعداد التام لاستضافة بطولة العالم للفرق والتي ستضاف إلى السجل المميز لمملكة البحرين في إقامة البطولات الرياضية ونوه سموه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة معريبا عن تطلعه لنجاح البطولة التي سوف تتضافر جهود المؤسسات والاتحادات المعنية لتنظيمها